ليس معروفا على وجه الدقاء ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ذاهبا إلى خارج البيت الأبيض فقط أم أنه ذاهب كذلك إلى المحاكمة جلسة مجلس النواب الأمريكي المنعقدة للتصويت على قرار يقضي بعزل ترامب ومحاكمته وآخر يتضمن توبيخه تشير إلى ميل عدد من المشرعين الجمهوريين إلى التصويت لصالح عزل ومحاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد والعنف وخرق قواعد الدستور الأمريكي بهدف قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترامب في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن ترامب ارتكب خيانة لمبادئ الديمقراطية الأمريكية وعرض أمن واستقرار الولايات المتحدة للخطر هكذا يقول الديمقراطيون في مجلس النواب وأكدوا على ضرورة معاقبة الرئيس على ما اقترفه من تحريض لبعض المتطرفين على اقتحام مبنى الكونغرس وارتكاب أعمال عنف غوائية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فيما يمكن وصفه بأنه إرهاب محلي وعلى الرغم من رفض نائب الرئيس مايك بينس تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لعزل ترامب إلا أن الديمقراطيين ماضون قدما نحو محاكمته أمام الكونغرس حتى ولو لم يبقى على خروجه من البيت الأبيض إلا نحو أسبوع فقط يدعمهم في ذلك عدد قليل من المشرعين الجمهوريين الذين يؤكدون أن كثيرين غيرهم يرغبون في اتخاذ نفس الموقف غير أن ضغوطا كبيرة يمارسها البيت الأبيض على النواب تمنعهم من التصويت ضد إجراءات العزل أو المحاكمة بل إن بعض الجمهوريين صرح بالقول إن النواب يريدون التصويت لعزل ترامب لكنهم يخشون على حياتهم وأسرهم وبعيدا عن نتائج مساعي الديمقراطيين لمساءلة ترامب فإن ثم تشرخا بات يتسع تدريجيا في الولايات المتحدة مسفرا عن استقطاب حاد بين تياري اليمين واليسار ناهيك عن التصدع الذي ربما بدت ملامحه في التشكل داخل الحزب الجمهوري ما يعني أن أمريكا باتت أمام مرحلة سياسية جديدة قد تعيد رسم خريطتها السياسية في المستقبل ترجمة نانسي قنقر